يعني طبعاً تشكيل مثالك التصبري للمباراة الأسماء كلها أسماء خبرات كبيرة ولعيبة على المستوى عالي ونفس الأداء اللي هو 4-3-1 اللي في نص الملعب اللي دونجا بيثبت وعبدالله بيزيد فالأمور كلها في النحلة هجمية بتبقى معروفة وكل واحد عارف دوره في حتة الهجمية لكن حتة الدفاعية دي برطة المشكلة شوية في حتة الدفاعية اللي انت مجرد ما تتقطع منك الكورة لازم سرعة الارتداد برضو الفرقة اللي احنا ملعبها مش وحشة أو مش سيئة لا فرقة كويسة وعندوها ناس كويسة ومدرب بتاعهم كويس واخدها حسن مدرب في الموسم اللي فات وعمل مطشط ودية وكسبان مطشط ودية وفرقة جامدة الفكرة كلها ان في مدرب كويس وفي فريق كويس فلازم نحترم النقطة دي الاحترام أكتر في سرعة الارتداد لما كرة تتقطع دي أهم حاجة عندي لكن حتة الهجمية انا مش قلقين عليها لان التشكيل الهجومي او التوزيع الهجومي او كسافة الهجومية في المجموعة اللي بتلعب عارفين دورا كويسة لكن الحتة الدفاعية لما دونجا هيبقى ثابت وعبدالله بيهاجم مثلا وناصر قدامه لازم يبقى سرعة الارتداد اكتر من كده لازم محمد شحاته يبقى بجوة الملعب يخش او عمر جابر من ناحة تانية يعني حاجات فنية نتكلم فيها برضو لكن التشكيل الحلو جميل يعني اريحك